بسم الله الرحمن الرحيم من المحرمات المنصوصة في القرآن الكريم كتمان الحق حيث يمكن إظهاره ولا يكون هناك مانع منه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كتم الحق من المحرمات بعد الآية يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وكتم الحق قد يكون على نحو شامل يرتبط بالدين بالمذهب وقد يكون في موارد خاصة قضايا شخصية النبي صلى الله عليه وآله ذكر اسمه في الكتب السابقة ومنها الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله هذا كتم اليوم على مدى الزمان النصارى ما يقولون هذا الكلام ما يظهروا موجود في كتبهم لكن يكتمونه كذلك التوراة هذه الآية الكريمة اللي قرهناها أهل الكتاب بشكل عام لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صفات النبي صلى الله عليه وآله موجودة في كتبهم لكنهم يكتمونها على فترات ربما يجي كلام أنه هناك نسخة من الإنجيل أو من التوراة موجودة في المكان الفلاني هذه فيها لكن ما يظهروها بالنتيجة يكتموا الحق ما يريدون الدين الإسلامي يمشي الولاية كذلك كتمت هذا مذهب مذهب طبعا مذهب في الحقيقة هو الدين الخط المتصل بالله عز وجل ما في بعد فلان فلان أشخاص عاديين أم إمام عن إمام عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرايل عن الباري يرون عن الله عز وجل الإمام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه مذكور في ضمن ما يذكر في أحواله أنه خطب في الرحبة أو الرحبة في الكوفة في مضمون الرواية قال أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه إلا قام وشهد الناس ساكته ما حد يقوم وكان فيهم ثلاثة أو أربعة من الناس اللي كانوا حاضرين فالإمام استشهدهم يا فلان يا فلان ما تقومون الشهدون قاموا يتعللون أعاليل بأضاليل واحد يقول أنا كبرت ونسيت واحد يقول ما أدري كذا يحاول يتخلص فالإمام عليه السلام دعا عليهم أنت يا فلان دولهم شخصيات معروفين إن كنت كتمت الحق مضمون الرواية ولم تظهره فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة الثاني دعا عليه بالعمى الثالث دعا عليه بأن يموت ميتة جاهلية هذا اللي الإمام دعا عليه بأن يضربه الله تعالى ببيضاء لا تواريها العمامة أصيبه ببرص وأخذ وجهه وراسه فكان ينزل عمامته حتى لا يشوفوا الناس ما يفيد الإمام إذا قال لا تواريها العمامة يعني لا تواريها العمامة كثر ينزلها بالنتيجة شيء يغطي الثاني صار أعمى الثالث اللي دعا عليه عليه السلام بأن يموت ميتة جاهلية مذكور في الرواية أنه لما مات جاء أهله ونحروا الإبل بباب بيته وهذه طريقة أهل الجاهلية المهم كتموا الحق كتموا يوم اللي زهراء عليه السلام تكلمت في المسجد بمحضر من ألاف ربما من الناس أحد قام حشى أبدا سكوت مطبق مطبق الإمام الحسين عليه السلام الوارد في المقاتل أنه قال لهؤلاء الذين أمامه يوم العاشر قلهم أنتوا دعوتموني بعثتم إلي الكتب والرسائل قالوا لم نفعل قال سبحان الله هذه كتبكم هذه موجودة قدامي المكاتب اللي كتبتوا ليها كتموا الحق وعلى مر الزمان هذا كتم الحق شيء موجود وهو من المحرمات الكبيرة العظيمة قلت مرة واحد ما يتكلم خوفا لكن إذا يقدر هو اليوم بهالزمان شوفوه إش يجري في كثير من الأماكن من باطل من منكر هناك كثير يفترض رجال دين غيرهم ساكتين وربما بعضهم يؤيد ما يحصل سمعوا ما يحصل خارجا يكتم الحق هو بزمان معين كان يقول هذه ما يجوز هالأشياء معدر الغناء الموسيقى ما أدري كذا اليوم لا الحاش يتغير لو ساكت لو يؤيد بالنتيجة كتمان الحق موجود وثم نجي على المستوى الضيق الفردي مو إلا على المستوى العالي واحد يدري هذا فلان مظلوم ظلمه فلان الآخر فيطلب منه أنه تعال اشهد لي ما يرضى يشهد لي ليش الاعتبارات يقول والله هذا صاحبنا وأنا إذا شهدت لك رح يزعلوا إياي وتصير مشاكل من هالقبيل يكتم الحق ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه بالنتيجة لا يقول الإنسان أنا ما سويتش ظليت ساكت هو مو كل سكوت معناه الإنسان ما عليه شي السكوت عن الحق هذا محرم أكو شعر فارسي لطيف ولو مو عن الحق عن قضية خارجية يقول إذا أنت تشوف واحد أعمى قاعد يمشي ما يشوف وأكو بير راح يطيح فيها إذا تقعد هالشكل ما تسوي شيء هذا قناه هذا ذنب وهذا تشاه ومو إلا يقصد به البير الحقيقي هو الظلال الخروج عن الطريق القويم هو هذا بير بالنتيجة فلان قاعد يطيح بالضلال يروح إلى الهاوية وهو ما يسوي شي يظل ساكت ما أكثر هذا في المنازل يشوف بعض أولاده بناته غيرهم رايحين بطريق غلط يقول أنا ما علي منهم هم كيفهم كيفهم إذا ما سمعوا كلامك بشغلة قلت لهم روحوا للسوق اشتروا لي فلان شغلة قالوا ما نسوي يثور يزعل يمكن يضربهم يطردهم إذا دراستهم هذه الدراسة شوية تخلفوا فيها يزعل ويغضب لأمور الدنيا شكثر شكثر يظهر انزعاجا لكن من تصير القضية دينية ما يهتم يكتم هذا حق أن تقوله عليك أن تقول أحيانا واحد يقول أنا لو أحكي كلامي ما رح ينفع شيء لي ينفع لا ينفع أنت إذا سكتت هذا السكوت رح يتخذ ذريعة يقولون لو كان أكو شيء كان واحد حجة أما إذا ما حد قال شيء ولا كلمة هذه تتخذ ذريعة يتخذها أهل الباطل ذريعة إذن فكتمان الحق أحد المحرمات اللي القرآن الكريم ينص عليها وبعد كل واحد هو يعرف شنو وضعه ما هو الحق الذي عليه أن يظهره ولا يجوز له أن يكتمه فعليه أن يفعل ولا يتصورن أن سكوته مبرئ له أكررها هذه البعض يقول أنا ما سويت شيء شيء خصني ساكت هي هذه شيء خصني موه الشكل مو دائما مو دائما إذا واحد يشوف منكر ويقدر يقول ملزم أن يقول سمعوا كلامه أو ما سمعوا عليه تكليف أن ينفذه وصلى الله على محمد وآله موسيقى